موسيقى بعد توقف دامة 45 عاماً عودة التوتر بين الهند والصين هل يجر الكرة الأرضية إلى حرب عالمية جديدة؟ أهلا بكم بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم من جديد اليوم كان هناك لقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل الحوار ضار حول المنظومة القضائية وما يرتبط بها من تحديث بيواكب الأزمة العالمية الطاحنة أزمة كورونا وكيف يتعايش العالم بعد كورونا ومع كورونا في ضوء ضرورة وحتمية ما يكنت الإجراءات القضائية ما يكنت إجراءات التقاضي اتنين تحديث البنية التشريعية للمنظومة القضائية ثالثا رفع كفاءة قاعات المحاكم بما يتلاءم ويتواكب مع التباعد الاجتماعي في هذا التوقيت وأيضا في التوقيتات التالية لأزمة كورونا أيضا زيادة على المكاتب الشهر العقاري ده كان أهم النقاط كما أخبرنا السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية النهاردة وزير المالية الدكتور محمد معيط صرح بتصريحات شارحة وموضحة لما قامت به الحكومة خلال الفترة الماضية وكان بيتحدث على أن هذه الحكومة حكومة يجب أن يقدم لها الشكر لأن يطالب أحد من النواب باستقالتها وأوضح الدكتور محمد معيط أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة على الصعيد النقدي والمصرفي والصعيد المالي والصعيد الاقتصادي بتصب في مصلحة إصلاحات هيكلية حقيقية أسفرت ونتج عنها العديد من الأرقام والعديد من المؤشرات الاقتصادية التي شهد لها العديد من المؤسسات الدولية الرصينة تحدث الدكتور محمد معيط وأوضح أن الجنيه المصري صمد كثيرا خلال هذه الفترة والاقتصاد المصري تعرض للصدمات وهو أفضل اقتصاد في المنطقة والإقليم واجه هذه الصدمات واتكلم قال أننا استطعنا النزول بالدين العام 25% ده لم يحدث في أي دولة أخرى في العالم هكذا تحدث الدكتور محمد معيط وقال أنه عمدنا فائد أولي لأول مرة 2% وقال أن العجز الكل نسبة من الناتج المحل الإجمالي وصل ل 17% وده بتأكدوا الأرقام زي ما أعلنت وزارة المالية النهاردة أن هي نجحت في التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة بشكل كامل وقال أنه الجنيل المصري وفقا لوكالة بلوبرج بيحتل المركز الثاني بعد الروبل الروسي كأفضل تاني أفضل عملات العالم أداءا بعد الروبل الروسي وأن مصر طلعت تاني أكثر الدول تحمؤنا للصدمات وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والهند في قائمة الإيكونوميست الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل 5 و 6 من 10% بحسب التقرير مصر احتلت أيضا المرتبة الثانية عالميا بعد الصين في الربع الأخير من العام المالي 18-19 وفق أيضا تقرير الإيكونوميست في الناتج المحلي الإجمالي كما أنها تاني أكبر فائد أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي التقرير مؤسسة هارفرد للتنمية الدولية توقع أن الاقتصاد المصري سيصل بمعدل دموه إلى 6 و 8 من 10 عام 2027 دي كلها أرقام وحاجات مبشرة يعني في هذا التوقيت الصعب على كل الاقتصادات العالمية بشكل ربما لم يكن أحد يتوقع أنه اقتصاد مصر اللي عندها 100 مليون يصمد بهذا الشكل لو لا ما تم بنائه وتم التأسيس لإصلاحاتها يكلية خلال الست سنوات الماضية النهاردة الرئيس الوزراء قال نعمل على تنفيذ استراتيجية الدولة الخاصة بالارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا في القرى الفقيرة خلاصة الأرقام المتدولة أنه عند 1138 مشروع مرحلة تانية لحياة كريمة بتكلفة 3 و 8 من 10 مليار وهيولد 280 ألف فرصة عمل وده هيتم على 136 قرية من القرى الأشد احتياجا النهاردة الدكتور علي عبد العال في نفس السياق بيؤكد أنه الوزراء حالية حكومة حرب ولا يمكن إقالتها ده ربدا على أحد النواب اللي كان بيقول أنه بيطالب بإقالة الحكومة حلو الأداء داخل البرلمان حلو أن في نائب يطلع يقول وطالب بإقالة الحكومة حلو أن رئيس البرلمان يرد عليه وده حكومة حرب حلو أن وزير الملاي يطلع يقول إحنا عملنا واحد اثنين ثلاثة ولولا دفعوا الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلاوات برضو أحد النواب قال كلمة برضو قال أن الحكومة دي بتشحت أو حاجة من هذا القبيل أهو قال أنه وصفها أحد النواب أنه حكومة شحاتها فالدكتور علي عبدالي اعتراض قال يحزف هذا الوصف من المطبطة والحكومة من شحاتها وأنا بقول للنائب يعني مع كامل احترام للنائب وكل النواب في كل واحد يعبر عن رأيه بطريقته لن نجد على وطنية أحد لكن الحكومة بتعمل في ظرف صعب للغاية بل هو الأصعب في ظل ظروف يعني متناهية الصعوبة الدكتور علي عبدالعان رد طبعا في هذا الكلام وقال أن الحكومة حكومة وطنية وهي حكومة حرب الأمم المتحدة النهاردة أصدرت بيان هذا البيان بعد فيديو خطف وتعذيب مجموعة من المصريين في ليبيا أصدرت بحثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانا أعربت فيه عن قلقها إزاء اعتقال واحتجاز وسيء معاملة عدد كبير من المواطنين المصريين في مدينة طرهونة الليبية أشرت إلى أن هذا الأمر يعد انتهاكا لتزامات ليبيا بموجة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللا إنسانية أو المهينة وعربت البعثة عن ترحيبها بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية بهذا الخصوص وأيضا البيان الصادر عن القوات المسلحة الليبية ودعا للسلطات المحلية في ترابلس إلى إجراء تحقيق فوري في هذا الإطار النهاردة بخصوص ليبيا الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان قال أطالب الجامعة العربية أن تتخذ موقف واضح من حكومة السراج للشرعية الدكتور علي عبد العال بيقول كلام واضح جدا الجامعة العربية الكلام بتاحها أنه في مجتمع الدولي بيعترف بيعترف المجتمع الدولي أن حكومة السراج هي حكومة شرعية من المجتمع الدولي؟ قالوا أنه ده كلام اللي قاله السفير حسام زكي هنا وقال أنه ده الشق القانوني وبيقول لي أنا بتفهم وجهة النظر الأخرى لكن أنا بتكلم أيضا بشكل قانوني والموضوع سياق قانوني أو سياق سياسي هو سياق حقوق وشرعية قضايا الشعوب لها الكلمة العليا ويسقط القانون الدولي إذا تعارض مع موقف وإرادة الشعوب شعب الليبي الجريح شعب الليبي اللي بتسطط دول المستعمرة على أرضه شعب الليبي اللي بيعيش أسوأ فتراته شعب الليبي عنده حكومة غير شرعية اسمها حكومة الوفاق عنده حكومة منتهية صلاحيتها اسمها حكومة الوفاق خرجت من رحم اتفاق السخيرات مات اتفاق السخيرات فهي حكومة لقيطة حكومة فايز السراج حكومة لقيطة حكومة كما نقول وكأنها خرجت لا نعرف لها أب حكومة لا نعرف لها أصل اتفاق السخيرات سقط وقع انتهى فبالتالي نحن نبحث عن إرادة الإرادة موجودة وفقط في البرلمان المنتخب اللي بيرأسه المستشار عقيلة صالح اللي قال إنه الجيش الوطن الليبي الجيش الوحيد المسلح الجيش الوحيد مفيش حاجة اسمه جيشين كلمة جيش آخر دي اختراها الأطراك في سوريا لما اختروا حاجة اسمه الجيش الحر من مجموعة مرتزقة بينقل المرتزقة بفقه المرتزقة بمفهوم المرتزقة إلى الأراضي العربية الليبية بقول تاني إنه الجامعة العربية بيطلبها الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان بأن تكون واضحة يخرج علينا الأمين العام لجامعة الدول العربية بكلمات واضحة لا تحتمل التأويل ولا تحتمل القسمة على اثنين ولا تحتمل الرأي والرأي الآخر الجامعة العربية لابد لابد أن تنتصر للقضايا العربي لابد أن تشفي غليل الأمة العربية التي اكتوت وتكتوي وستكتوي بنار الفتن تكتوي بنار الإرهاب تكتوي بنار التشرزم والتقسيم والاحتلال الجامعة العربية إذا لم تكن الآن قادرة على أن ترد الصاع صعيد لكل معتد أثيم على الأراضي العربية ستكون الجامعة العربية في خبر كان ستكون الجامعة العربية هي والعدم سواء إحنا بنطالب أن الجامعة العربية تكون كيان قوي مؤسسي ضاغط مؤثر مسموع الكلمة العالم ينظر إليه أما أن تقف الجامعة العربية مكتوفة الأيدي أمام رهانات من بعض الدول المحسوبة على المحور القطر التركي أقول بأنه زي ما قلت مبارح وقلت قبل كده يبقى انفضها سيرة لأنه ما فائدة الجامعة العربية والقرارات العربية التي تصب في مصلحة بعض القطر العربية فقط بالتنديد والكلام وخلافه ما جرى في سوريا ما يجري في العراق الآن وأنا أقول للناس الناس ممكن تكون من كتر الجراح مش حسين جرح جديد مش حسين بباقي الجراح التي تذخن جسد الأمة العربية إحنا مبارح أقولنا أنه تركيا بتضرب منطقة قنديل في شمال العراق على بعدة 300 كيلو من الحدود التركية النهاردة بتنضم إيران إيران المحور التركي القطري بيلتحم مع المحور الصفوي الإيراني على اقتسام الأمة العربية النهاردة الإيرانيين الصفويين ضربوا قرى السكنية في شمال العراق التنسيق الذي تم بالأمس بالأمس بين محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران ومولود شويش أغلو وزير خارجية تركيا في إسطنبول مبارح عادينا مع بعض ليقتسم العراق مبارح يا سعادة الأمين العام يا سعادة الأمين العام اليوم إيران قامت بالهجوم على قرى سكنية في شمال العراق يا سعادة الأمين العام بالأمس قامت تركيا بالهجوم على منطقة قنديل في شمال العراق يا سعادة الأمين العام بالأمس كان هناك اجتماع بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره التركي مولود جواد شويش أغلو لاتفاق على تقسيم واقتطاع واقتسام الأراضي العربية أقول لي مين إيه اللي بيحصل مبارح كان فيه اتصالات يوم أول مبارح يوم الحد اتصالات بين اتصالات بين تركيا وبين روسيا وزير خارجية روسيا لافاروف مع وزير خارجية تركيا برضو مولود جوادوش أغلو رايحين علشان يشوفوا هيقسموا ليبيا إزاي بقول تاني إن تركيا هي القاسم المشترك في كل المصائب التي تصب على رأس الأمة العربية روسيا مع تركيا في سوريا روسيا مع تركيا في ليبيا تركيا مع إيران في العراق هذا ما يجري اقرأوا جيدا الخرائط وتابعوا اللقاءات وتابعوا مرضود هذه اللقاءات وما يجري وما يعلن وما لا يعلن نتابعه وننقله إليكم العراق بتتعرض الآن العراق بتتعرض الآن إلى هجوم عسكري من القوات الإيرانية على قرى سكنية وهناك ضحايا خلال هذه الهجمات لتكتمل الضربات اليوم الإيرانية مع الضربات الأمسي التركية على دولة العراق العربية ده اللي بيحصل لما الدكتور علي عبد العال بيقول أطالب الجامعة العربية أن تتخذ موقف واضح من حكومة السراج غير الشرعية أكرر أنها حكومة لقيطة حكومة غير شرعية حكومة خرجت من رحم موبوء حكومة مسموبة وأكرر مرة أخرى أن فايز مصطفى السراج تركي الأصل فايز مصطفى السراج تركي الأصل بشهادة أبيه في كتاب صدر في ليبيا عام 2016 بيؤكد أن جده كان من الحامية العثمانية وأنه جاء إلى ليبيا وتزوج أمازيغية يبقى فايز السراج بيعود وبيرجع وتاني بقول إن العرق للساس إن العرق للساس مبارح كنت بقول لكم بقول لحضراتكم مبارح على مشروع تركيا الكبرى أو الإمبراطورية العثمانية الجديدة اللي هتم الإعلان عنها في أكتوبر 2023 بعد أن يقوم أردوغان بإلغاء والخروج من معهدة لوزان الثانية التي وقعت في السويسرا عام 1923 وقلت أيضا إنه في سبيله إلى ذلك بيثير القلاقل ويبدأ في إعادة ما يظن أنه ملك أجداده بدأ ذلك في ليبيا بدأ ذلك في قطر بدأ ذلك في الصومال بدأ ذلك في القرن الإفريقي بدأ ذلك في ليبيا بدأ ذلك في سوريا بدأ ذلك في العراق في ما يسمى به ميثاق الميلي وبيتحرك الآن في شبوة في اليمن ده قلنا مبارح وبعيده النهاردة وبأكده لأن الموضوع مش خبر والسلام مش بنملة هوى والسلام بأن احنا بنؤكد وبنؤصل وبنوثق إن هناك خطط طويلة الأجر احنا النهاردة في عشرين عشرين بعد سنتين أو ثلاث سنين الكلام اللي بقوله هيتم والراجل بيقوله على الهواء مباشرة مش سر وإحنا بنؤكده تاني والناس اللي بيخططوا سواء في الجامعة العربية ولا الدول العربية في ثوبات عميق أنا بفكر الناس كل الناس بفكر الدول كل الدول بنداء صدر من القاهرة المهمومة نداء صدر من القاهرة المهمومة بالعواصم العربية كان في شرم الشيخ وخرج على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما طالب بدرورة إنشاء وتكوين جيش عربي موحد جيش عربي موحد أو قوات عربية مشتركة قوات عربية تستطيع أن تدافع عن الأراضي العربية الدول العربية العواصل العربية مقدرات الأمة العربية وتكون آلية قوية قادرة على فض النزاعات بين الدول بعضها وبعض خاصة في أماكن التوتر الحدودية ده كان نداء مصري الرئيس قاله لكن هؤلاء الذين يعني يسيئهم أن تعود مصر إلى ريادة وقيادة هؤلاء الذين يستكثرون على مصر أن تعود إلى موقعها وتقوم بمواقفها هؤلاء الذين يبغون أنهم يعطلوا المسيرة هؤلاء الذين انظرون إلى مصر نظرة يعني بها الكثير من الشكوك كل هؤلاء أبطلوا وعطلوا هذا المشروع بقول مرة تاني مصر مش ناقصها جيش ومصر مش ناقصها سلاح ومصر مش ناقصها حاجة من حد مصر قادرة بعون الله أنها بتعتمد على نفسها رغم كل الظروف الصعبة ما حدش يقدر يدر وإدراع مصر أياً كان لكن بفكر وبقول الناس اللي كانت ألسنتهم طويلة آديهم قصيرة أصحاب الأياد القصيرة أصحاب الهامات القصيرة دائماً ألسنتهم طويلة ولا تتطاول هذه الألسنة إلا على الدول أصحاب القامات والهامات زي الدولة المصرية المعنى في بطن الشاعر والألم الألم عميق كان الآن النهاردة في عشرين عشرين من ست سنين ولا خمس سنين كان زمان عندنا قوات عربية نقدر نواجه نقدر نواجه بالردع من غير ما نشتابق كمان في العراق ولا في سوريا ولا في ليبيا ولا هنا ولا هنا للأسف الشريد ما حدش سمع الكلام ودي النتيجة مبارح قلت إنه دي الخطة التركية في المنطقة إعادة هذه العواصل مرة أخرى لتركيا وابتلعها تبنى ابتلعها إزاي نشرب شوائط مية عشان نقدر نبلع إيه المادة فواتح الشهية الدين يلا نقول إحنا جايين عشان الدين يلا نقول إحنا جايين عشان رفعي لإله لله يلا نقول عشان خاطر إنه أردوغان دخلت المسلمين هو رايح الحاجة اللي تغيز هو رايح في دول كفرة يعني هو رايح في دول إيه هو رايح في دول كلها أصلا مسلمة برضه يعني حتى يعني رايح في دول عادي يعني رايح دي تفتح القاهرة ولا تفتح ترابلس ولا تفتح صنعاء ولا تفتح دمشق ولا تفتح بغداد ولا مغدشيو يخدم يخدط على إسرائيل كل مرة بقولك يخدط على إسرائيل يخدط على القدس لكن لا حياته لمن تنادي النهاردة النهاردة اليوم كان فيه لقاء بين وزير الخارجية اليوناني وزير خارجية الفرنسي واثناء الحوار ذكر ولمح قالوا انه التحركات التركية في بلاد البلقان تثير القلق الله اكبر البلقان نعم انا بتكلم كواهد عربي بقول ليبيا واليامن والعراق وسوريا الى اخر ده المكان اللي خاف عليه امن القومي والامن العربي او ما تبقى من الاحلام العربية بقول لكن عندما اقرأ الصورة اللي شرحتها مبارح انه حلم الدولة العثمانية مش في المنطقة بس لا في اسيا الوسطى تجاكستان وازربيجان وتطرقلت مبارح هذا الكلام سبحان الله وقلت الدول الاوروبية اللي دول البلقان النهاردة وزير خارجية فرنسا واليونان قالوا نفس الكلام قالوا نحن نشعر ونستشعر القلق تجاه التحركات التركية في بلاد البلقان البلقان اللي هي ايه البوسنة والهرسك والبانيا وصربيا والغاريا كرواتيا الجبل الاسود منتنيجرو مقدونيا رومانيا اليونان دي دول مجموعة دول البلقان والبلقان طبعا احنا اهم ثلاث دول عندهم البوسنة وكوسوفو والبانيا طبعا المخابرات التركية بتعبث في البانيا وبتحاول ان هي تقوم بالقبضة على اعضاء حركة الخدمة في البانيا الهاربين الى البانيا من جحيم اردوغان ومفكركم في كوسوفو نزلت المخابرات التركية بطائرات دون استئزان داخل كوسوفو وقامت باختطاف ستة معلمين مدرسين اتراك تبعين لحركة الخدمة وقامت بتصفيتهم داخل تركيا في واحدة من الضربات القازرة للمخابرات التركية في قلب اوروبا النهاردة النهاردة الفرنسيين واليونانيين بيقولوا ايه اللي بيحصل ده دخل صاحبنا بيلعب فين في العمق في العمق الاوروبية دول الوربية منكافئة القارة العجوز ترهالت مش مركزين مش عارفين مش حاسين اللي بيحصل في بيتهم ايه واردوغان بيعبد فين في دول البلقان محاولا اعادة المجد العثماني فين في دول البلقان مرة اخرى احنا بنؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان هناك خطة تركية للتوسع وعادة الاحتلال هي احتلال بيستخدم من الدين وبعد شوية هزبتلكم ازاي بيرفع لواء الاخوان المسلمين اللي كان موجود من شوية الاسلام والحل اههه اهه 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 بلغاريا وقادي بلغاريا وقادي مقدونيا البانيا كوسوفو مونتنيجرو الجبل اسود البوستر ونهيرسك كرواتيا وصربية المنطقة دي كلها لها وسط اوروبا اهه باسمها منطقة البلقان منطقة البلقان قادي اليونان وقادي تركيا اههه وقادي البحر متواصل تركيا اههه اههه طبعا هنشوف روسيا وغيره وانها ادي لكن هي تركيا بتمد اههه في المنطقة دي شغلين المد الثقافي ودخلوا على كوسوفو وخطفوا ناس من هنا اههه المخابرات التركية وفي فين فين بلغاريا فين الباني الباني اهه البانيا من البانيا دخلوا في البانيا المخابرات التركية بتلعب في حتة دي فادي المنطقة كلها وانا بقول انه المنطقة دي مع المنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط بي واسيا الوسطى بتكتمل الدولة العثمانية اللي انفكت في عام الف تسعمية تلاتة وعشرين النهاردة التصريحات وزراء الخارجية بتلفت النظر الى ان هناك عبثا تركيا في منطقة البلقان طيب وانا في المقدمة الخبر اللي اخترته النهاردة لحضراتكم باستشعر فيه خطر شديد الخبر اللي قلته في البداية وانا واقف قدامكم انه بعد خمسة واربعين سنة من الهدوء بين بكين ونيو ديلهي بين الصين والهند النهاردة حصل توتر شديد على الحدود وحصل اشتباكات عسكرية بين الهند وبين الصين في منطقة حدودية في جبال الهيملايا في منطقة جبال الهيملايا هذه الاشتباكات في وادي اسم وادي جلوان الحدودي تم مقتل ضابط هندي واثنين من الجنود وهذه الازمة التي حدست ربما لم تحدث منذ عام 2017 حينما كان هناك توتر استمرت القوات في الجنبين لمدة 72 يوم كل جيش ممثل لدولة بينتظر التعليمات للهجوم على الجيش الاخر الموضوع بيبدو خبر عادي لكنه مش خبر عادي لانه الحدود الهندية الصينية 3500 كيلو متر رقم ضخم جدا يعني حدودنا مع ليبيا 1200 حدود الهند والصين 3500 كيلو حاجة مهولة جدا طيب اكبر دولتين اكبر دولتين في العالم اكبر دولتين من حيث عرض الزكان الصين والهند دي الخريطة هي المنطقة الحدودية اهي ادي الهند او ما تسمى بشبه القارة الهندية وادي الصين اهي الصين ودي منغوليا فكروني يا ابراهيم منتكلم مع ابراهيم فكروني على منغوليا دي المكان اللي فيه توتر ما بين الداخلي وتركيا دخلت فيه برضو المنطقة دي المنطقة دي اللي حصل فيها النهاردة اشتباك حصل النهاردة اشتباكات بين القوات الهندية والقوات الصينية هنا في هذه المنطقة حيث ان هنا نزاع حدودي الحدود 3500 كيلو بين الهند وبين مين وبين الصين طول عمرنا بنقول الهند طول عمري منو احنا صغرين بنكلب استراع بين الهند وايه وباكستان استراع بين الهند وباكستان ودي افغانستان اه اه ودي ايران بس ينسيب أعرف الخريطة أهو أدي إيران أدي أفغانستان أدي باكستان أدي نيو ديلهي أدي الهند وأدي الصين المنطقة دي فيها توطر دلوقتي السؤال اللي بطرحه أمام حضراتكم هل هناك أصابع أمريكية لما يجري الآن في المنطقة الحدودية في هذه النقطة المتوترة بين الهند وبين الصين الإجابة دون تفكير نعم لماذا؟ لأنه هناك تحالف واضح استراتيجي بين واشنطن وبين نيو ديلهي وهناك صراع مكتوب مكبوت بلاذر على السطح بين واشنطن وبكين وترى الإدارة الأمريكية أن الاعتماد على الدولة الأكثر إمكانية على التصدي للصين هي الهند ذات الكثافة السكانية الثانية على مستوى العالم بعض الصين إذن إذن هناك تحركات على الأرض تثبت هذا نعم ما هي هذه التحركات قرارات أمريكية أوروبية صدرت بالتوازي وتوقيت متزامن للشركات الأمريكية والأوروبية الموجودة في الصين كل الشركات الأمريكية والأوروبية موجودة في الصين لما تيجي تجيب تليفون يقول لك التليفون ده مع أمريكي والشركة دي ألماني والشركة دي سويسري تكتب مصنوعة في الصين لأن هذه الشركات المراكز الرئيسية الهيد أوفيس بتاحها موجودة في أمريكا وأوروبا لكن المصنع موجود فين؟ في الصين صدرت التعليمات مع كورونا مع أزمة كورونا إلى هذه الشركات أن تنتقل بمعدتها ومكيناتها وأصلها من الصين إلى الهند إذن الهند هي البديل الاستراتيجي للغرب وأمريكا الهند بمقاومتها الصناعية والبشرية هي الدولة التي تستطيع أن تحل لمحل الصين في الأنشطة الاقتصادية هل هناك حرب تجارية بين الصين وأمريكا؟ نعم هل يمكن أن تنتقل هذه الحرب التجارية إلى حرب عسكرية؟ الإجابة؟ ربما هل يمكن أن تقود أمريكا حرب بالوكالة مع دولة أخرى؟ هذا يحدث في كل مكان؟ هل تكون الهند هي الدولة التي تقوم مقام الولايات المتحدة في تصفيد حسابات مع الصين؟ أنا أطرح تساؤلات ومراكز البحوث والمختصين يجب أن يدرسوا هل هناك تأثير في هذا الإطار؟ بتكلم عن الهند والصين أنا مالي يا عم أنا مالي أنا مالي لا نحن مالنا قوي ليه؟ لأن منطقة الشرق الأوسط والخليج أدي الخليج وأدي الشرق الأوسط أهي كلها وأدي مصر هنا وشوفوا الهند فين؟ أهي المنطقة الهندة وأدي الصين الولايات المتحدة الأمريكية بقواتها في إفريقيا أفريكم وقواتها الموجودة في العراق والقواعد العسكرية وغيره وغيره وإسرائيل وإلى آخره وقناة سويس مفهوم الآن أن هناك ما يسمى نقل عملية تحويل من منطقة الشرق الأوسط إلى هذه المنطقة منطقة الصراع الجديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين إذن سيحدث هنا فراغ سيحدث هنا فراغ الإطارة الأمريكية كانت مالية فراغ موجود أو فراغات مملوئة من يملأ الفراغ؟ الآن هل هي تركيا؟ كما يحلل البعض أن يصف تركيا بأنها الشرطي الأمريكي في المنطقة هل يملأ الفراغ إيران؟ أين الدول العربية في هذا الإطار؟ هذه هي الأسئلة لابد أن نفكر بشكل استراتيجي بعيد الأمد لما القوات الأمريكية والغربية تنقل اهتمامها من هنا إلى هنا وإحنا شايفين ترامب بيسحب قواته من أفغانستان بيسحب قواته من العراق بيسحب قواته من سوريا بيسحب قواته من إفريقيا ومن وسط إفريقيا إذن رايح فين؟ رايح هنا في هذه المنطقة في الهند وغير وغيره إذن سيحدث فراغ في المنطقة من يملأ الفراغ؟ هل جامعة الدول العربية بتدرس؟ من يملأ الفراغ؟ هل الدول العربية والجامعة العربية والدول العربية الكبيرة جهزة أو مجهزة للقيام بهذا الدور؟ أم أنه الخريطة تم تقسيمها ووضع تركيا كبديل للأمريكان أو إيران البديل للأمريكان؟ ماذا جمع أو ما يجمع بين تركيا وإيران؟ بالأمس الاجتماع تم والنهار ده بيضرابوا الاثنين العراق وتركيا وروسيا وبيضرابوا ليبيا اللي بيحصل في المنطقة دور روسيا ودور إيران ودور تركيا في المنطقة إحنا فين؟ والناس دي بتعمل فينا إيه؟ وادي الأمريكان ماشيين راحين الصين ودلوقتي جات لي أخبار وأنا معاكم على الهوى إنه فيه عشرين عشرين قتيل الآن سقطوا من الجيش الهندي في الاشتباكات مع الجيش الصيني أنا بدأت الحلقة بقول لكم ظابط واثنين جنود دلوقتي بقى عشرين جندي يعني منهم ظابط يعني معناها إيه؟ معناها إنه فيه توتر والتوتر بيزيد وسخونة المعركة بتزيد هل تنتقل هذه التوترات الحدودية إلى معركة كاملة وخدوا بالكم الهند والصين مسلحين نبويا فيه أسلاح نبوية عند الصين وأسلاح نبوية عند الهند هل هذه التوترات وهل كوريا واليابان والمنطقة يعني هتقف مكتوفة الأيدي والتسليح الأمريكي لهذه المنطقة والقاعدة الأمريكية فيه اليابان وفيه الكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية ما هي كوريا الشمالية مع الصين والهند هتعمل إيه؟ وباكستان في النص المنطقة ستحول أنظار العالم من الشرق الأوسط إلى الشرق الأقصى إلى الصين يعني أتشوفوا النشرات الإخبارية الشرق الأوسط شرق الأوسط منطقة ملتهم يتحول أنظار العالم من الشرق الأوسط إلى الشرق الأقصى لنرى ماذا يجري بين الهند وباكستان برعاية أمريكية ده طبعاً يهمنا اللي بيحصل في العالم كله لكن بقول تداعياته علينا إيه؟ المنطقة يحصل فراغ من يملأ الفراغ أحذر من التمدد الصفوي اللي هو الإيراني بمناسبة إيران بتعبث في كم دولة عربية؟ تعبث في اليمن تعبث في سوريا في العراق في لبنان طبعاً حزب الله وفي أكتر من خمس عاصم عربية بيصدر القرار من تهران وتركيا برضو بتسيطر على خمسة الدهب تاني يبقى عشر دول عربية بين أنياب تركيا العثمانية وبين أنياب إيران الصفوية بين فارس وبين الدولة العثمانية عشر دول عربية هل الجامعة العربية برضو تاني ما حدش يزعل؟ واللي يزعل يزعل هل الجامعة العربية جاهزة لهذه السياريوهات والمراكز البحوثة تتحدث تقول لنا درسين إيه القصة إيه الموضوع إيران واخد خمس دول بتتحكم فيهم وتركيا خمس دول بتحكم بتحدي حسبهم وأنا بقول أي كلام بتحسبهم إيران بتتحكم يا إبراهيم رجعني يا إبراهيم إيران بتتحكم في مين؟ في لبنان صحيح؟ اتنين بتحكم فيه سوريا بتتحكم فيه العراق بتتحكم فيه اليمن الحوثيين وأصابع إيرانية بتعبث في بعض الدول العربية الأخرى مش عايز أقول في دولة خليجية خلاص؟ خمس دول اتنين تركيا بتعبث فين؟ بتعبث فيه قطر عندهم قاعدة عسكرية هناك بتعبث فيه شمال سوريا حتى حلب شمال العراق حتى الموصل والآن في ليبيا والصومال واليمن حداشر حداشر دولة أو عشر دول بيشترك إيران وتركيا فيه تقسيم وتقاسم وعبث في مقدرات هذه الدول العربية خلينا أقول تاني إنه إيران بتلعب فيه سوريا في الجنوب وتركيا في الشمال بيقسموهم ونفس القصة في اليمن طيب اللي حاصل دلوقتي في النقطة اللي قدامنا دي هتنتشر وهتنتشر خدوا بالكواب الهند الهند والصين الاتنين أعضاء فيه تجمع بريكس الاقتصادي اللي بيضم مين تجمع بريكس بيضم روسيا بريكس اختصار ليه البرزيل وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا خمس دول وإحنا كان عندي أنا وإحنا صغارين كده يعني من كم سنة إنه يبقى عندنا تجمع كبير زي تجمع الاقتصاد بتاع بريكس لكن لما ييجي يحصل صراع صيني هندي هتحلل تجمع بريكس وطبعا كان الدول اللي فيه الصين رقم واحد أكبر اقتصاد موجود فيها وبعدين الهند والبرزيل كانت واعدة وروسيا يعني ماشي حالها لكن وجنوب أفريقيا أعتقد إنه ما يجري الآن بيمثل يعني ضربة في قلب تجمع بريكس ضربة في قلب تجمع بريكس لما يتفتت تجمع بريكس ويحصل ضربة بين الصين والهند أنا في تقديري إنه مجموعة العشرين ومجموعة السبع الكبار وتجمع بريكس ومنطق والخط مشروع خط الحرير طريق الحرير كل المشروعات وكل القصص دي إحنا في عالم ديناميكي متحرك ما فيش ثوابت أنا فين أنا فين أمن القومي فين بكرة هعمل إيه مين اللي بيفكر لي بيفكر الدول العربية هنعمل إيه أنا خايف أجي يحصل لي عملية إحباط والله وأقول يا عم إحنا في حالنا إحنا دولة عندنا 100 مليون موارد بشرية وعندي إمكانياتي وعندي مواردي وعندي اقتصادي المركب في زراعة واصنعة واتجارة وسياحة وعندي كل ومي عندي كل حال وهنكافئ عن نفسي والناس عندنا تزود واتضاعف مجهودها وكل واحد في حاله لكن الواحد بيصب عليه التاريخ النهاردة يا جماعة لما تيجي دولة زي تركيا تبدأ تعبت وتتوغل وبتخش زي طيارة الطيارة لما تنزل عايزة مهبط المهبط للأحلام التركية هي جماعة الإخوان المسلمين المهبط المطار اللي بتهبط عليه الأحلام التركية هي الإخوان المسلمين أو المطار اللي بتصعب منه الطائرات والأحلام التركية هي الإخوان المسلمين نازلين في تونس على الإخوان المسلمين نازلين في ليبيا على الإخوان المسلمين نازلين في مصر على الإخوان المسلمين في سوريا على الإخوان المسلمين كلام واضح وأردوغان بيتكلم بيقول أنا الناس يتكلم على الفيسبوك وشوفوا يا جماعة المشكلة اللي فيه ناس معمول لها غسيل دماغ كثيرين كثيرون معمول لهم غسيل دماغ غسيل دماغ على ما يجري فين ما يجري من تركيا في المنطقة الشرق يقول لك آه والله ده أفضل من أي حد تاني آه حلوين أحسن من إسرائيل أحسن من إسرائيل زي مين جمال ريان جمال مصطفى ريان عمل تغريدة غريبة جدا جمال أبراهيم جمال مصطفى ريان ابن مصطفى ريان سمسار الأراضي الذي باع أراضي الفلسطينيين إلى إسرائيل وفق ما هو ثابت في التاريخ الفلسطيني شوفوا بيقوله جمال ريان جمال ريان ده اسمه جمال ريان ابن الخطيئة بيقوله تركيا لا تحتلل أراضي العربية والإسلامية التحالف مع الدولة الإسلامية التركية وزعيم الأمة الإسلامية زعيم الأمة الإسلامية أردوغان خير ألف مرة خير ألف مرة من التحالف مع عدوة العرب والمسلمين إسرائيل بجد بجد الكلام حلو الراجل بيقول كلام الناس اللي بيسمعوني يقول لك يا خلي عندك دم الناس اللي خلي عندك دم الراجل بيقول كلام حلو قول إن الراجل بيقول كلام حلو جمال ريان أنا بقول ابن كذا وابن كذا وابوكن سمصار وابوكن حرامي وابوكن خاين وهو خاين من ظهر خاين يا عم الكلام ده انسى على جام الراجل بيقول كلام حلو بيقول ان اردوغان افضل من اسرائيل والاحتلال التركي افضل من الاحتلال الاسرائيلي وان اردوغان زعيم الامة الاسلامية مني بيقول ما هو عامل زي ايه عامل زي العبد اللي بيفتخر بفحولة سيدة واحد عبد وامير بتاعه ولا سيده ولا سيده يعني راجل فحل فهو بيتفخر به ما عندوش ما هو عندوش الراجل ده ما عندوش حاجة يخط عليها شرف وضع من زمان كرمت وضع من زمان وارض ابو بعه فان عندوش حاجة بيقول اردوغان هو خليفة المسلمين امير المؤمنين احسن من اسرائيل يا عم احسن من اسرائيل تب بيجي نفتكر مع بعض كده يا ابراهيم يا ابراهيم تعال نفتكر مع بعض كده تعال نفتكر مع بعض كده تعال نفتكر مع بعض نشوف الاسرائيل واللي بتكلم بقول أردغان أفضل من إسرائيل مهو مين؟ هو ده مش أردغان أمير المسلمين أمير المؤمنين ومش ده برضه زعيم إسرائيل هو ده أنا دول الصورة دي أنا رسمها يعني هو بتكلم جمال ريان بيقول أنه أردغان خالفة المسلمين وزعيم المسلمين ويحتلاله لأراضينا أفضل ألف مرة من احتلال الإسرائيليين طب لما أقول لك يا جمال يا ريان يا ابن الخطيئة يا ابن الحرام لما قولك يا جمال ريان قادي اردوغان خلفتك اللي انت بتفخر به بتفخر به لانك عاجز بتفخر به لانك رجل بلا مبدأ وقادي اردوغان بيقرى الفتحة على قبر مين تيدور هيرتزل مؤسس دولة اسرائيل اللي احتلت الاراضي الفلسطينية بتاعتك يا جمال يا ريان قادي ادي اردوغان اهو انا جبت من عندي تيدور هيرتزل اهو قاعد في حققة المبكة وراه عملي عاين اهو اردوغان اول رئيس مسلم يزور قبر مؤسس اسرائيل هيرتزل ومتحف الهيرتزل اهو قاعد مبهور منباهر هو ده يا دي التجارة بيتجروا بيتجروا بالناس وبيتجروا بالدين هو ده اردوغان خلفت المسلمين طب ما تيجي نشوف كده جمال ريان يعني جمال ريان بيكره اسرائيل بقى واردوغان خدعه طب خليني بس اقول حاجة اردوغان يا سيدي اردوغان ده راجل سياسي بقى وبيلعب بالبضوة والحجر يقولك انت مش فاهم يا عم تابعني مش فاهم جمال ريان زعلان من الناس اللي بتشلم اردوغان ليه لانه اردوغان مسلم واسرائيل دول التكلم طب يا عم اردوغان ده راح زار اسرائيل وارا الفتح هناك يقولك ده شغل سياسي بس انت زعلان من اسرائيل اللي خده اردك واعتاده على عرضك يقولك اه تبتعى اقولك ان جمال ريان كداب ابن خطيئة بالفعل شوف الفيديو ده تنضم الينا مشاهدين من القدس وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسهبي معنا من تل ابيب مردخاي كدار من قسم الدراسات العربية في جامعة باريلان معنا الان من القدس الرئيس الاسرائيلي شمعون بيراس معنا في هذه الحلقة من تل ابيب ايال عليمة المراسل العسكري للاذعة الاسرائيلية هذه الحلقة من القدس المدير العام السابق لوزارة الخارجية الاسرائيلية من القدس الدكتور الدادا باردو استاذ الدراسات الشرق اوسطية في الجامعة الابرية وينضم الينا من القدس الكاتب الصحفي روني شاكيد ومن القدس مئير كوهن الصحفي والمحلل السياسي وينضم الينا من القدس يوني بن منحيم المحلل السياسي الاسرائيلي من القدس المحلل السياسي الاسرائيلي يوني بن منحيم ينضم الينا من تل ابيب ميرون رابافورت محرر في القناة الاسرائيلية الثانية عام باردو ومن القدس الداني رومينشتاين الاسرائيل العام السأل fugضي من تل ابيب شممون آران محلل الشؤون السياسية في اذاعة الاسرائيلية معنا من تل أبيب يؤاف مردخاي منصق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ومعنا من رام الله يؤاف مردخاي منصق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية من قدس الصحفي الإسرائيلي مائير كوهين صناعية على الكاتب والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين من تل أبيب على مردخاي كدار الباحث والمحاول من جديد إلى أفخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي من تل أبيب يعني أنا أترك لكم الحكم واحد جمال ريان طالع طالع بيقول جمال ريان إنه أردوغان يحتلنا أفضل من إسرائيل ألف مرة آدي أردوغان مرمي في أحضان إسرائيل وآدي قطر والجزيرة اللي شغال فيها جمال ريان خدام بتجلس مستمتعة منباطحة تحت أقدام دولة إسرائيل في قناة الجزيرة وغدع ويس وما أدرك ما غدع ويس دي القصة دي القصة عشان مش عايزين يمثل على بعض وتستخدموا الدين وتستخدموا إشعال مشاعر الناس تقولك إن أردوغان خليفة المسلمين طيب أنا هروح لك وأقولك وأردوغان ده خليفة المسلمين اللي بيقول بيقرأ قرآن وغيره وبيعمل وبيمثل ويعيط وكذا هو ليه ما طبقش الشارع الإسلامية في تركيا وهو بيحكم من 2002 هو ليه أباح زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة المثلية الجنسية في قلب تركيا ليه هو في تركيا مازال بيشتغل بالربة ليه مازال حتى هذه اللحظة مش فيه عندنا آيات قرآنية بتقول ولكم في القصص حياة يقولي ألباب معنى الآية ليه هو تركيا بتقف وتلغي حكم القصص أو حكم الإعدام هل ده تعطي لي شرع الله ولا مش تعطي لي شرع الله بأسأل بس أسئلة للناس يفكر عايز يفكر يقولي أردوغان وتركيا بشوف الناس على الفيسبوك بتخض في دول شمال إفريقيا وكذا وفي بعض الدول الخليج وبعض الدول الأخرى بيكلموا على أردوغان على أردوغان على تركيا أنا بقول تاني احنا بننبه دورنا الوعي قضية الوعي وبنعاني أشد المعاناة من جراء هذه المعارك اللي بناخدها احنا معركة وعي بنوعي الناس لأنه اللي حصل في 1500 وكام و1500 وكام احتلال تركيا للدول العربية لن يحدث مرة أخرى لن يحدث مرة أخرى بقول هناك بعض الشعوب التي يعني أصيبت بحالة سكر وأصيبت بحالة تخدير فيه شعوب مخدرة مخدرة والتخدير اللي شربينه ولا اللي وغدينه ولا اللي متعطينه تخدير للأسف الشريد نجح قبل كده مع البعض بقول تاني حتى لا يعني نصل إلى ما وصل إليه ناس من قرون مضت فاحنا بننبه بنقول ننتبه الحفاظ على الدولة الوطنية عدم القبول بمحتل أيا كان أيا كان المحتل يعني واحد زي جمال ريان هو ما هو جمال ريان مسكين جمال ريان لم يذوق طعم الحرية جمال ريان بقول هو ولد عبدا وسيموت عبدا فلم يستشعر ولم يتذوق طعم الحرية فالآن بيقول إنه والله إذلال أردغان لنا خير من إذلال إسرائيل لنا هو في كل أحوال مزلول وكما قلت هو كالعبد يتفاخر بفحولة سيدة أصدر المجلس الأعلى تنظيم الإعلام جاءني حالا بيانا بشأن تنظيم النشر في الأخبار التي تتعلق بالأمن القومي ولا تتخص سد النهضة وليبيا وسيناء محذرا من نشر أيّة أخبار زائفة تمس أمن البلاد مطالبا جميع وسائل الإعلام تحرد دقة في كل ما ينشر وجاء البيان كالتالي تمر البلاد بمنعطف خطير وتحديات جسام في هذه المرحلة الحساسة تتعلق بأمن البلاد القومي وتتطلب تضافر جهود كل القوى الوطنية ونظرا لأهمية الإعلام والصحافة في تشكيل الوعي العام وإمداده بالحقائق لإدراكه بمدى خطورة الوضع فإنه يجب على الإعلام والصحافة أن تكون في مقدمة الصفوف ولذلك يؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بكل صورها وأشكالها بالبيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والمختصة عند إذاعة أو نشر أخبار تخص الوضع في ليبيا وسد النهضة والعمليات الحربية التي تقوم بها قواتنا المسلحة الباسلة في سيناء ضد الإرهاب وتؤكد أيضا ضرورة الالتزام بالبيانات الصادرة عن وزارة الصحة بشأن الحرب ضد الفيروس اللعين كورونا وتؤكد على ضرورة عدم المساس أو الإساءة للأطقم الطبية في هذه الظروف الصعبة كما يؤكد المجلس الأعلى على ضرورة التزام والوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث أي مادة أو أخبار تؤثر على وحدة وسلامة النسيج الوطني وترابط أبنائه ويؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أنه سوف يتخذ الإجراءات التي كفّلها له القانون ضد المخالفين وضد أي محاولات للعبث بمقدرات الأمة بتوقيع أقصى العقوبات والإحالة إلى النائب العام على الجميع أنه يلتزم فعلا بهذا البيان لأنه الوضع غير محتمل أي خروقات أو أي خروج على هذا الصراع في خطة عسكرية أنا بقول الوضع في الصين والهند أمريكا بتعمل إيه؟ التغيير في المنطقة النهاردة وكالة بلومبرج الأمريكية أعلنت أن فرنسا وألمانيا اللي اتنين فرنسا وألمانيا فرنسا وألمانيا بعيدة هم تعملان على خطة لخطة عسكرية لتعزيز قدرات أوروبا الدفاعية المشتركة في ظل إيه؟ التوتر الصيني الأمريكي اللي سأل عليه من شوية والتوغل التركي في المتوسط يبقى أوروبا وزراء الدفاع في دول الأوروبية اجتمعوا عبر الكونفرنس وقالوا التحديات اللي عندنا إيه؟ تخيلوا إيه؟ أكبر دولتين في أوروبا وأقوى دولتين فرنسا وألمانيا اللي بيقودوا بالتحال الأوروبي بريطانيا خرجت اللي هو بريكس ألمانيا وفرنسا وزراء الدفاع كلهم قالوا إن إحنا عندنا تحديين الصراع الأمريكي الصيني تأثيره علينا وأمريكا مش فضيالنا إتنين التوغل التركي في منطقة المتوسط التوغل التركي في منطقة البحر المتوسط وما يمكن أن ينتج عن هذا التوغل أو التدخل من إشعال المنطقة خطورة الموقف زي ما البيان جاي فيه وكالة بوننبرج بتقول إنه الرئيس ترامب بيدرس سحب بنحو عشرة ألاف جندي من ألمانيا وده يؤدي إلى أوروبا تعتمد على نفسها وعلى جيشها خلال هذه المرحلة وبيقولوا الوزراء الدفاعي الأوروبيين إنه ما يجري من بين أمريكا والصين من ناحية وما يجري من توغل تركي في المتوسط يؤدي إلى عودة الصراع على النفوذ والمواجهة واجب أن تكون أوروبا جاهزة لهذا في نفس السياق شوفوا التوغل التركي بيعمل إيه هذه أوروبا هذه الدول الأوروبية حلف الناتو بسرعة دخل على الخط وقال روسيا يجب أن تنخرج في التفاقيات الحد من الأسلاحة النوية ولا نريد حربا بريدة معها حلف الناتو بيقول إن روسيا ماريقة روسيا بتلعب من ورانا روسيا بتعبث أوروبيا بتطور قدراتها النووية وإحنا بنقول مش عايزين الناتو حلف الناتو شمال أطلنطي وروسيا بفيه صراع أو حرب بريدة مرة أخرى لأن حلف الناتو ده زي ما نفاهم مش عايز صراعات مع روسيا دلوقت لأنه عنده الصراع الأكبر مع الصين بيقول سننخش أفعال روسيا ده أمين العام لحلف الناتو سنناقش أفعال روسيا التي تزيد من أسلحتها النووية وعدم التزامها بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى مضيفا لا ننوي حشد أسلحة نووية في أوروبا ربدا على أفعال روسيا يبقى الدول الأوروبية وزراء الدفاع بيتكلموا خايفين من تركيا ومن الصين وأمريكا وحلف الناتو خايف من روسيا وتدخلها تعالوا شوفوا الاتحاد الأوروبي بيقول إيه يجب وقف النار بليبيا والعودة للتفاوض الاتحاد الأوروبي قال إنه رائبنا 101 سفينة في البحر المتوسط تبقى لموضوع إيريني وفتشنا 39 ولاقينا 39 عملية تهريب نفط في المتوسط كلهم راحين من ليبيا وانتوا فاكرين الاجتماع اللي بين ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وقالوا فيه إن التدخل التركي سيشعر المنطقة يبقى دول أوروبا وزراء الدفاع ودول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو كله واقف على أطراف أصابعه أنا بس عايز أفهم وعايز أشرح العالم واقف على أطراف أصابعه في مرحلة تغيير الجلد في مرحلة تغيير الخرائط مرحلة التأثير الجو سياسي في المنطقة في المناطق كلها إحنا فين ده اللي إحنا بكلم فيه فرنسا وتركيا رسميا فرنسا تت رسميا فرنسا تتهم تركيا وروسيا بالتواطق معا لاحتلال دول العالم العربي هذا البيان أرسل منه صورة إلى الجامعة العربية فرنسا في أوروبا بتقول تركيا وروسيا بيتواطقوا معا لاحتلال الدول العربية الرئاسة الفرنسية وجهت اتهامات رسمية لكل من تركيا وروسيا بالتواطق معا للسيطرة على ثروات منطقة المتوسط قائلة من اللي بيقول الرئاسة الفرنسية إن العالم العربي يواجه اليوم خصمين محتلين هما روسيا وتركيا يا سيادة الرئيس الفرنسي مكروض السادة الموجودين في قصر الإلزيف منفضلكم مش روسيا وتركيا بس ضيفوا عليهم إيران وخلينا أسألكم هو إيه مصلحتكم صحيح في الموضوع هو أنتو خايفين علينا بجد ولا الكحكة ضعت منك وعايزين دور أنا بقول لازم نفوق فرنسا بتتكلم نيابة عن الدول العربية بتقول إلحاقوا روسيا وتركيا بيحتلوا الدول العربية عشان ياخدوا صراواتهم ده فرنسا هل فرنسا خايفة علينا أكتر منا لا إحنا نايمين في العسل الدول منكافئة على نفسها خلافات داخلية ويقولوا الله أكبر لا الحمد والإخوان الإسلام هو الحل وباعوا الموضوع عد المفتاح للتركيا وفرنسا عايزة دورها هي كمان في إعمار وفي بترول وفي غاز وخلافه هو ده الموضوع ده الموضوع اللي إحنا بنتكلم عليه دور الدول العربية فين لما فرنسا بتتكلم وهل فرنسا بتتكلم يعني من فرط التقوى بالتأكيد كل دولة تبحث عن مصالحها فقط معي من باريس عبر سكايب السيد منافق الكيلاني المحلل السياسي والمستشار السابق بالخارجية الفرنسية سيد نواف أهلا بيك منافق مساء الخير يعني البيان أو ما خرج رسميا من قصر إليزيه وبالأمس الرئيس الفرنسي ماكرون من توضيح وفضح التدخلات التركية في منطقة المتوسط وشمال إفريقيا خاصة في ليبيا وهو بيحاول الرئيس الفرنسي أن يستفز مشاعر وطنية لذلك كثيرين إلحقوا ما يجري في ليبيا وفي المتوسط كاريتا تقوم بها الدولة التركية الآن تعليقك على ما خرج من قصر إليزيه خلال الساعات القليلة الماضية سيد منافق الحقيقة سيدي ليس هو ببيان من الرئيس ماكرون ولكن من القصر الرئيسي الرئيسي وكان يوم الأحد المعروف في فرنسا بأن ما يصدر من القصر الرئيسي يوم الأحد أو من أي جهة رسمية يوم الأحد هو مجرد بيان بروتوكولي أي ليس له تأثير على السياسة أو على مجرى السياسات بشكل عام ولكن في جميل أحوال ردة الفعل الفرنسية كانت نتيجة تعرض البحرية التركية لأحد القطع البحرية اليونانية المكلفة من خلال عملية إيرانيا التي تقوم بها دول الاتحاد الأوروبي بمنع تهريب السلاح وتهريب بشكل عام إلى الشواطئ الليبية طبعا اعتراض البحرية الليبية للبحرية اليونانية والدولتان هما عضوتان في منظومة حرف الشمال الأطلسي النيتو التي فيها كذلك فرنسا بكل تأكيد كان لحماية أحد البواخر التركية التي كانت تقوم بعملية نقل نانعلى بما كان علامة هذه الباخرة التركية وطبعا أثار هذا الأمر امتعاض اليونان الذي نقل الخبر إلى فرنسا اليونان ليست بالدولة القوية ولا الدولة المهمة جدا في حرف الشمال الأطلسي ولكن فرنسا لها وزن نسبيا باعتبارها استراتيجيا لها وزن باعتبار أنها تملك السلاح النووي وكذلك أنها عضو دائم في مجلس الأمن طبعا وفرنسا نقلت هذا الأمر إلى وسائل الأنباء دون ذكر هذه الحادثة التي بكل تأكيد تعرض لها مسؤول وزارة خارجية الأمس وزارة خارجية حلف الشمال الأطلسي اسمح لي الاتحاد الأوروبي مع السيد مايك بومبيو عندما اجتمعوا عندما عفوا منكم عندما اجتمعوا البارحة بالاجتماع دوري ولكن هذا الأمر ذكر ذكر ولكن دون أن يكون هناك أي بيان يصدر من قبل دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة تجاه تركيا رغم أن هناك بيانات سابقة أدانت التحركات التركية في ليبيا في جميل أحوال ما هو وزن الاتحاد الأوروبي اليوم أمام تركيا بقولها بكل صراحة لا يوجد أي وزن لأن الاتحاد الأوروبي ليس بالدولة ولأن ليس هناك إجماع داخل الاتحاد الأوروبي في الموقف الذي يجب تبنيه تجاه تركيا سواء في سياساتها السورية أو سياساتها المتوسطية أو سياساتها الليبية ذلك أن في الاتحاد الأوروبي هناك أعضاء لهم ارتباط متين وقوي جدا مع تركيا وهونغاريا وكذلك الحال بإسبالي إسبانيا يبقى أن الدولتان المتاخلتان في أشأن الليبي دولتان أوروبيتان وما طبعا فرنسا وإيطاليا مختلفتان في دعم الطرف الشرقي أو الطرف الغربي من ليبيا مما بكل تأكيد يثير انقسام داخل الاتحاد الأوروبي ولكن هذا انقسام كان يمكن أن ينعكس داخل منظومة الناتو دون أن يكون له أي تطبيق أمر واقع لأن الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت وتدخلت بقوة لفض الخلاف بين الدول المختلفة العضو في حلف الشمال الأطلسي ولأن الولايات المتحدة الأمريكية يهمها بكل صراحة أكثر بكثير من الشعب الليبي والشعوب العربية كلها يهمها أن تحافظ على مكانتها على متانة علاقاتها مع تركيا باعتبار تركيا الدولة الثانية الأقوى في حلف الشمال الأطلسي وذلك الاعتبارات تاريخية أي أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة تضحي بالشعب الليبي حتى بالشعب التركي لازم الأمر للمحافظة على القواعد الأمريكية أو القواعد الأطلسية الموجودة في تركيا ولهذا السبب لن يكون هناك أي تحرك من أي دولة لدول الاتحاد الأوروبي أنت بهذه النقطة لصباح أستاذي كريم ذلك أن دول الاتحاد الأوروبي تربطها ترتبط أولاً بمعاهدة السماء ومعاهدة الشبون العالم للعام 2007 هذه المعاهدة تنص في المادة 42 منها على ارتباط السياسات الخارجية والدفاعية والأمنية لدول الاتحاد الأوروبي كلنا على حدة وكلها مجموعة بسياسات حلف الشمال الأطلسي الذي يسير كما يعلم الجميع من قبل واشنطن ووفق معاهدة واشنطن لعام 1949 بمعنى آخر هناك أولويات كذلك في النقوة القانونية باعتبار أن المعاهدة الدولية تضغى وتقوى في الميزان الدولي ميزان أعلاقات دولية على الاهتمامات الداخلية يبقى أن امتعاض والشجب الذي أثرته فرنسا الرئاسة الفرنسية وليس الرئيس مكروم من السياسات التركية سيبقى حبراً ورق وهو فقط التنديد من المستوى الأدنى أي أن فرنسا التي كانت تسعى لكي يكون هناك جيش أوروبي ودعم أطلسية سياساتها الإفريقية في مالي لم تحظى على هذا الدعم وتحاول يوم جر أي أن كان كما تفضلتم للدخول من جديد إلى القارة الإفريقية عن طريق البوابة الليبية باعتبار البوابة الليبية هي الأضعف اليوم بنتيجة الحرب التي تدور بين شطري الصراع في ليبيا وهذا كل الأمر سيد مناف الكيلاني من بريس شكراً لك على هذه الإضاحات وعلى هذه الأراء وعلى هذه الرؤية الجيدة للمشهد ودور الانتحاد أوروبي وحلف النيتو وفرنسا مما يجري في ليبيا شكراً لك خلينا نروح مع حضراتكم إلى في ندوة النهاردة منذ قليل يعني في إسطنبول ندوة تركبتها غريبة جداً بيدرها الكاتب الصحفي الهارب قطب العربي والمشاركين فيها الدكتور صيف عبد الفتاح أيضاً الأستاذ الجامعي الهارب مع فلول الإخوان إلى تركيا القيادي الإخواني الهارب أسامة سلمان غادة نجيب هشام عبد الحميد خالد إسماعيل ده من 6 أبريل محمد كمال ومعهم دول مصريين إخوان هاربين إلى تركيا سيف عبد الفتاح أسامة سلمان غادة نجيب هشام عبد الحميد خالد إسماعيل محمد كمال قطب العربي اتنين أربعة ستة تمانية ومعهم أربعة غير مصريين توكل كرمان اليمنية اللي قاعدة في إسطنبول اللي عندها قناة بلقيس وياسين أقطاي مستشار رئيس التركي رجا تاب أردوغان للشؤون العربية والشرق الأوسطية ومن تونس منصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق وأحد أصحاب دكاكين حقوق الإنسان في باريس وأحمد طعمة ده أحد الخوارج السوريين الموجودين مع جماعة الإخوان في إسطنبول الندوة اسمها واقع ومآلات ومستقبل ثورات الربيع العربي بمناسبة مره عام على موت محمد مرسي واقع ومآلات ومستقبل ثورات الربيع العربي ترصد الندوة التي تحمل للعنوان اللي قلته أبرز التغيرات في دول الربيع العربي وأهمها شوفوا بقى المفارقة يعني حقا ناس أغبية بجد وشوفوا بقى الفخ اللي هم واقعوا فيه يعني هم قاعدين وجايبين كلمة باعتها أحمد محمد مرسي إلى المنصة عشان يقراها أحد هؤلاء بهذه المناسبة يعني أنا شايف إن الجماعة الإخوان يعني ممكن 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 فيه إخوان لغاية دلوقتي يقول لك مرسي راجع بالمناسبة يعني فالناس عندهم شزوفرينية سياسية ربنا يدي كل واحد ألقى دنيته أبرين بيقول ربنا يرحل من جميع بيقول لك ربنا يدي كل واحد ألقى دنيته وهم نواهم سودة كلها بيقول إنه أهم الدول اللي بيرصدوا التغيرات اللي فيها الدول الربيع العرب مصر تونس ليبيا سوريا اليمن خمس دول خمس دول يا مؤمنين يا خلقهو يا ناس الخمس دول دول اليمن ضاعت سوريا ضاعت ليبيا ضاعت تونس ربنا يستر مصر ربنا يحمي اللحمانة هم بيدرسوا الدول دي كانوا عايزين يخربوها يخرب تخش الإخوان تخرب والسورات المزعومة تخرب وتوركة تيجي تقش دي الخطة من الآخر بلاش وجع قلب ولا وجع دماغ هو كده الإخوان موجودين في أي مكان يخرجوا يخربوا ويرفعوا المصحف على سنة الرمح ويطلعوا يقولوا الله أكبر للحمد إسلامية إسلامية ويقولوا الإسلام هو الحل يقوم الناس الطيبة تطلع وراهم يقولك أهل الدين والأيد المتوضئة يقوم المخربين يخشوا البلد تقع تركيا تركب ده القصة ده القصة باقتصار شعارات مرفوعة والكلام باسم الدين والقرآن حمل أوجه والتفاصيل والأحاديد شغالين والراجل يقعد يمسي عليهم هناك وكله بيشرب ده النهاردة المؤتمر للأسف الشديد أدي الأخ ده 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 أسامة سليمان أعتقد اللي بتكلم ده بتالي وده يسين أقطاي هو اللي هو آه ده أسامة سليمان ده يسين أقطاي اللي هو مستشار رجب طيب أردوغان ودول قاعدين في هذه الندوة في آه اللي بيكلموا فيها على الدول العربية وبيتكلموا فيها على آه يسين أقطاي بيقول في الندوة دي بيقول يسين أقطاي إنه آه الديمقراطية والإسلام متوافقان ولا مشكلة بينهما ولو كان الدستور متماسك ومطبق في بلاد المسلمين لكان العالم الإسلامي غير ما كان عليه ماشي هو حر في كلامهما مش موفق عليه طبعا لأنه هو عنده هل أبسأل الإسلام في تركيا مطبق الديمقراطية في تركيا مطبقة والإسلام مطبق ده السؤال أنا ما بجوبش عنه وندد أقطاي هنا بقى بالمعاملة التي تعرض لها المعتقلين في مصر هو فيه معتقلين في مصر وهبر نستياءه من المجتمع الدولي الذي يدعي تبنيه لحقوق الإنسان والعدالة في الوقت الذي يبقى صامتا عن كل ما يحدث بحق المعتقلين في مصر المعتقلين من يا عم؟ يا عم ياسين مصر قادرة بشؤونها وبأمورها ونرفض نرفض بشكل قاطع وواضح وصريح أي دروس خصوصية من فاقد الشيء اللي بتكلم عنه تركيا دولة ديكتاتورية حكم الفرد حقوق الإنسان تحت أقدام أردوغان أكبر عدد من الصحفيين وراء القطبان في تركيا أكبر إزلال وإهانة للمرأة تركية في تركيا عندما يتحدث سين أقطاي يتأدب أولاً قبل أن يذكر اسم مصر قبل أن يذكر ياسين أقطاي اسم مصر علي أن يذهب يتطهر أولاً ثم يتكلم عن مصر اذهب إلى القصر الجمهوري لديك في إسطنبول وفي أنقرة وستعلم أي ظلم وأي ضمار للإنسان وقيمة الإنسان داخل تركيا كل يوم بنقل عن تركيا من تركيا فيديوهات وألام وأهار للناس داخل تركيا بيتكلم ياسين أقطاي عايز يديني درس خصوصي يتاجر ويقول المعتقلين في مصر بتعرضوا له الظروف شوفوا اللي بيحصل في تركيا اللي كل يوم بنقله وبقوله وبقول تاني إنه لو ياسين أقطاي لو لم يجد ياسين أقطاي مرتزق كلاب عديم الوطنية عديم المروعة زي كل هؤلاء اللي ذكرت أسمائه منك سيف عبد الفتاح الحقير أسامة سلمان الحقير غادة نجيبي الحقيرة هشام عبد الحميد الحقير خالد اسماعيل الحقير محمد كمان الحقير قطب العربي الحقير لو لم يجدوا هؤلاء الحقراء ما تحدثوا عن مصر ما تكلموا عن مصر ما يكالوا كل الاتهامات لمصر شوفوا اللي بيحصل في تركيا ايه وحكوموا قادة اللي بيحصل في تركيا وان الاتون اهو قادة اللي بيحصل ده مبارح قمع المظاهرات اللي خرج بها حزب الشعوب الدموقراطية في تركيا قدامنا اهي دي مسيرة الدموقراطية والصورة التانية اللي قدامكو دي مدرس داخل السجن في زنزانة متر في متر الراجل لفظ انفاسه الاخيرة ومات والله والله اسوأ مما جرى لفلويد جورجي فلويد في الولايات المتحدة الامريكية لكن هو ده انا بقول لي يا سين اخطاي انا عندي مئات 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 من هذه الفيديوهات اللي جالي من داخل تركيا تكلم على القهر اللي بتعرضه المواطن التركي والمرأة التركية ما تجيب لي ابراهيم البنت اللي تساحلت انبارح هتوألي يا ابراهيم ما اناقل لك يا ابراهيم هاتلي البنت اللي تسحلت انبارح دي اوقع يا ابراهيم عندكم حاجات كتتجابين لي حاجات صامتة ليه هتوألي عشان تردوا على سين اخطاي ردوا على سين اخطاي حسوا اللي بيحصل في بلدنا والبلادنا من هؤلاء الخوانة اللي برة وردوا عليهم وانشروا الفيديوهات بتاعت المواطنين الاطراق بيبعثونا مش لقين انا اعرف ناس اكتر من مليون تركي اكتر من مليون تركي خرجوا من تركيا هربانين من القهر داخل تركيا والمرأة في تركيا والاطفال في السجون التركية اكبر نسبة سجون سجن الاطفال في العالم داخل تركيا من اللي بتكلم يا سين اخطاء جاي يديني درس خصوصي وكأنه وحد جاي حفظ لقرآن وحد جاي حفظ لقرآن وهو ويهودية اصلا ادن المهندس اي سمعني شغل السوط يولي شغل السوط نين كتبري نين النمي اعوضا konuşmuşum hayalde sürüklenirken akp iktidarı en ufak bin olayasa lakka bile öyle müdahale ediyor bizlar işimizi gerealisyen kamu emekçileriyiz bizleri yerlerde sürükleyenler kim bunlar anji hatlar bizim işimizi izlememizi anayasal hakkımızı kullanmamızı engelleyebilir ويaptıkları idari bi işlem mi ويaptıkları nedir yaptıkları tek bildikleridir yaptıkları ادي الارف جاي بيعلمونا دروس وبتحكوا علينا وبتحكوا عن الناس وجيب بديوهات وعندهم شوية مرتزقة يعودوا يتكلموا والناس فيه ناس بتصدقهم وحاجة تقرف تعالوا شوفوا بقى الفجر الواضح فجر باين فاكرين الوقت الممثل الحقير اللي اسمه عامر واكد فاكرينوا كلكم عمل تغريدة وبعد يوم عمل تغريدة تاني انا احتفظت بيوم مبهرمة جاب للتغريدة قال لي دة تغريدة مهمة جدا الراجل بيقول بيقول الراجل بتكلم عن انتحانات السنوالعاما انتحانات التانوالعاما بيقول ادعموا طلبة مصر ارفضوا النزول لاي تجمع بيقول الطلبة يعني للتواق السنوالعامة ارفضوا النزول بحرد الطلاب انهم ماروحوشم لمتحنات لو كلكم واروحتوش وما حضرتوش هتبقى رسالة قوية وده وباء أصله مش تهريج وعيد السنة مش عبقين عيد السنة وما تعديش أهلك ده مين اللي بيقول يا عمر واكد يا أبراهيم هاتلي التغريدة من فضلك هاتلي التغريدة التغريدة اللي عملها يا عمر واكد هتالي يا وليد تسمح تقرب بس تغريدة بيقول فيها الراجل بيقول فيها الراجل ارفض النزول الخلاصة يعني اهو اهو انا معلم عليها خلاص يا وليد ارفض النزول ليه خايف عن الناس خايف عليهم عشان ما يتعدوش من كورونا كلام ينشي يعني نقول الانسانية وهو اللازف وهو راجل أصلا ده عامل مسلسل مع اليهود مع الاسرائيليين مع لين فأبراهيم جابها لي قلت خلاص يعني واحد رأيه ما تنزلش مش مش فاضين عندنا حاجات تانية في اليوم التاني يا مؤمن في اليوم التاني في اليوم التاني تاني يوم اوقعوا تنزلوا عشان ايه عشان كورونا وعايز اللي ولاد بتروس العامة لا بقول له ما تنزلوش اهو في اليوم التاني بقولها هقولها تاني وتالت ايوة النزول ضد النظام ده هو الحل لازم تنزله لازم تنزله في الشارع هسد أنا عمر واكد هو بيقول انزله عشان نعمل مظاهرات ولا هسد عمر واكد يقول ما تنزلوش عشان كورونا انهي فيهم هو نفس الشخص اهو عمر واكد اهو عمر واكد اهو هو نفس الراجل اهو اصدق من فيهم اهو عشان تعرفوا ان بضاعتهم بضاعة رخيصة زيهم اهو 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 هو ده كما على القصة دي القصة اهيه اهو تحت بيقول للناس ما تنزلوش وفوق بيقول لهم انزله لمين يعني بيستغل دي دي رسالة ودرس عشان تعرفوا الناس دي ازاي بتلعب ازاي بيحاولوا يلعبوا بمشاعر الناس تعالوا روحه اللي رجب طيب اردوغان وهو بدأ يستغدم شعارات الاسلام هو الحل اردوغان يعود بشعار الاسلام هو الحل عبر بوابت الاجتصاد الاسلامي عندما ضاقت عليه الدنيا قال الاجتصاد الاسلامي استمعوا رجب طيب اردوغان الاجتصاد الاسلامية كريز دان چكشن اناهتره در راجل بيتكلم بقى وكأنه عبدالرحمن بن عوف عبدالرحمن بن عوف احد العشر المباشرين بالجنة كان يمسك التراب يبقى ذهب كانت سيد عايشة تقول له ابن عوف عنده ميت ناقة فقال لها قالت له انت تخش الجنة بعملك بصداقتك بزكاتك قال لها الميت ناقة كلها لله فهو دلوقتي صاحبنا اردغان عامل فيها عبدالرحمن بن عوف عايز يحول التراب إلى ذهب ويقول الاسلام والحل رد عليه بسرعة مين احمد داود اغلو شريكه في الحكم شريكه في السلطة شريكه في الخداع الاستراتيجي بيقول له انت اه منك ده انت كذاب اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم مل بيقول له احمد اغلو اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم انت مرابي شغل بريم اتأشوف احمد اغلو احسن انت بذلك اخوانهم الناس بالبر تنسون انت قام بشيكه فور اتوانهم نفس الناس بيقول له وان وانتا اغلو في القصر الرئاسي بيتلعبوا بالناس بمار بطلعب بالنس عمر و تطلع تلوم تفعلوم و النس مش لا يتيكول تعالوا شوفوا فائق وصورك Bu sözler kimin sayın bakan? Bu sözleri söyleyen siz değil misiniz? Tüm bu söylediklerinizi unutup milleti suçlamaya ne hakkınız var? Saray bilim kurulunu değil kendi gönlünü dinlerken nedense hiç sesiniz çıkmadı. Ama millet kendi gönlünü dinleyince suçlu oldu. Saray hükümeti yakında milletimizi virüsün yayılmasına fırsat vererek hükümeti zor durumda bırakmakla suçlarsa buna da hiç şaşırmayacağız. Oysa milletimize beş maskeyi parasız dağıtamayan beceriksiz kim? Saray hükümeti. Milletimizi canıyla cüzdanı arasında Rus röyleti oynamaya zorlayan liyakatsiz kim? Saray hükümeti. İşçinin, çiftçinin, esnafın, sanayicinin salgın döneminde kaybettiği gelir ve kazançları bütçeden doğrudan telafi etmek yerine gel sana borç verelim diyen kifayetsiz kim? Saray hükümeti. Bu hükümet milletimizi salgında bir başına bıraktı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir hafta iki gazeteci arkadaşımız önce gözaltına alındı, dört gün bekletildi karakolda, istek üzerine, sarayın isteği üzerine dört gün bekletildi. Sonra ifadeleri alındı, bir arkadaşımız bırakıldı, diğeri tutuklanıp hapse gönderildi. Müeser yıldız. Önce casusluktan baktılar, olmuyor casusluk. Efendim işte devletin bilmem önemli haberlerini yaptı, gizli kalması gereken haberleri yaptı, o nedenle tutuklandı. Neresi gizli bunların? Bütün dünyanın bildiği şey neden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından gizli? Libya'ya silah gönderilmesi, Libya'ya asker gönderilmesi, ÖSO'nun bir kanadını alıp Libya'ya götürülmesi, herkesin bildiği bir olay. Herkesin bildiği. Ama Türkiye'de vatandaş bilmesin. Biz bilmeyelim. Bütün dünya bilsin, biz bilmeyelim. Niçin? Saray rahatsız olurmuş. Olsun efendim, zaten rahatsız olsun diye bu haberler yapılıyor. Hatta الفلافل Uruç الطعمıya İsrail عايzı terser haqı tarihi من Mصr. Şofu, İsrail bilir arabiyya, betul ee? Yaptabar الفلافل أكثر المأكلات الشعبية شيوعاً في إسرائيل. لن تجدوا إسرائيلياً لا يحب الفلافل ويمكنكم الاستمتاع به في كل مدينة إسرائيلية تصنع الفلافل كذا وكذا 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 حتى الفلافل حتى الفلافل أنا بقول تاني الطعمية أو الفلافل مصرية من آمل فراعبة وعارفين مسجالة مصرية الفلافل المفروض أنا أسجلها في اليونسكو المفروض الملوخية أسجلها في اليونسكو لأنه اليابانيين كانوا عايزين يسجلوها الموضوع يبدو تافه لكنه مش تافه تراث ونكأة شعبية وشكل شعبي قادي صفحة إسرائيل المعربية بتتكلم في إيه وأنا بقول لوزارة الثقافة ولا مكتاب سكندرية ولا مين معرفش المسؤول المفروض نروح على اليونسكو ونسجل طعمية إسرائيل بتاخدها وأنا فاكر بقول للناس كان فيه مثل زمان الأطراك لما كانوا بيحكموا البلاد دي في الآيم السوداء كان بيقولوا مثل ضاء الطعمية وباع الطائية كان الفلافل دي ما بيأكلهاش غير الناس اللي يوم القب يوم ما يكون فيه فلوس يطلع الفلاح الغالبان من الأقاليم يطلع على القاهرة علشان يسلم الفلوس بتاحته للولي العثماني ولا المحتاسم ما كان شغال عندهم تملي وهو راجع يشتري أقراص الطعمية فكان الفلاحين يضحكوا عليه يقول لك إيه يقول لك داء الطعمية وباع الطائية لأنه كانت قيمة كان يأكل الطعمية حاجة عظيمة جدا والنهاردة حتى الإسرائيليين حتى أرس الطعمية عايزين يسرقوها تراصنا مش عايزين يضيع مننا حتى ولو كان أرس الطعمية دمتم في أمان الله